هلا بالخميس معكم دراد نيجيسي واليوم هنحكي عن أخبار الألعاب هلا بالخميس معكم دراد نيجيسي واليوم هنحكي عن أخبار الألعاب أولا ولا التامية وأخيرا من بعد طول انتظار بوب جي قرروا يعملوا حاملة تثبيت على اللعبة وأطلقوها من خلال الويب سايت fix.pubg.com بوب جي من أول مصادرت لهلأ كان دائما فيها بوغز ومشاكل ووصلت لمحل صار اسمها بوغ جي عند العالم فهيك حملة كان لازم تنعمل ليبلشوا يردوا المعجبين إذا بتلاحظوا على ستيم في 21000 ريفيو على اللعبة وثلاثة ربيعهم سلبية وحتى الإيجابية كانوا عم بقولوا انه اللعبة فيها تكون أحسن أو تتزبط فخلصنا من باتشات الكريتس واللود بوكس وأخيرا هنفوت بالباتشات المهمة ياللي هيحسنه كتير تفاصيل بقلب اللعبة بيناتهم طريقة الطيران بالمظلة وطريقة تحسين الجودة باللعبة من ناحية الاف بي اس والجرافيكس ومفروض كل هالأمور تكون تحسنت باللعبة من هلأ لثلاث أشهر من بعد خمسة دائما من نزلت حلقة هلأ بالخميس الأسبوع الماضي أعلنوا ابيك جيمز انه الصفقة مع سامسونج تمت وصار فيك تنزل فورتنايت بتا اذا كان عندك سامسونج جالاكسي او اذا بتشتري تليفون سامسونج نوت 9 او جالاكسي اس 4 بيطلع لك جالاكسي اوتفت اللي هو اغلى سكم بتاريخ البشرية فاذا عندك واحد منهم فيك تفوت على فورتنايت.com وتحملها لللعبة او اذا ما عندك ايه فيك تفوت على ذات الويب سايت وتحط ايميلك وتنطر دعوة عقل باللعبة قرب الفرج يا اخواتي ومثل ما عرفنا فورتنايت لا تستعمل جوجل بلاي ستور بس رح تستعمل الويب سايت الخاص لتقدر تحمل اللعبة منه والمنكن مفكرة هيني هيدا الدربة رح تكلف جوجل خمسين مليون دولار خمسين مليون دولار بس لانه فيك تنزلها من الويب سايت تبعهم مش من البلاي ستور ما عم فين استوعب دخامتها لهاللعبة بعد كان فيه كويك كون هالجمعة وشفنا كتير قصص عن العاب بثاستا واولن لعبة كويك تشامبيونز ياللي صارت ببلاش وراح تضلها ببلاش كل عمرة فاذا ما لعبتوها بتكونوا تعرفوا عاهل العاب الكمبيتاتيب شوترز بنصحكم تنزلوها عن ستيم واخبار تانية حلوة من كويك كون تعرفنا على لعبة دوم اترنل الجديدة ومن الشفنيلة هلأ هيدا اكتر لعبة بتفش الخلق بالعالم تخيل انك زلم مسلح ومدرع وفلتان تقطش بالدني وما هدا فيه يتعاطى معك لا مش عم بحكي عن كيم جونج اون عم بحكي عن بطل هاللعبة وعم بحكي عن الدمار الشامل اللي فيك تعملوا من خلالها وهلأ بدي اياها كمين بكويك كون تعرفنا اكتر عن فالاوت 76 وعرفنا اضافة كتير مميزة مثل ما رأينا قبل فالاوت 76 ستكون عالم ضد عالم وهذا الشيء بيقدي لكتير فرق بالمستوى بقلب السيرفر بيقدي للعيبة قوية يستغلوا قوتهم ليستسيقلوا على الضغاف بس بتصدقالوا لأ في حال كان احدا من القوية عم بيتستقوى وحد ضعيف رح يصير في مبلغ عراسه واللي بيقتله بيحصل على هالمبلغ وهالمبلغ هيكون كبير فكونوا عاقلين وكمان فالاوت 76 ما رح تكون على ستيم فالشركات بلشوا يستغلوا قوتهم ليوفروا مصاري ويخوزوا ببعض عالم الفي ار عم يتطور كتير بسرعة ومصبمي الألعاب عم يتطوروا معو بثاستا دايما كانوا عم بيجربوا يعملوا ألعاب للفي ار وشفنا منهم فالاوت 4 سكايريم ودوم عليها وهالمرة كمان عم يشتغلوا على لعبتان واحدة منهم بري والتانية وولفنشتاين واللاعبتان هنه سلسلتان ناشحين عن بثاستا ويختلفوا بكم شغلة بس يعني واحدة منهم البوزل تشبه ألعاب اسكيب دروم والتانية انت عم بتدمر النازية ولابس درع روبوت ومفروض الاثنين ينزلو خلال 2019 من بعد ما ستيم سرقوا التشاد تبع ديسكورد قرروا ديسكورد يردوا عليهم بالمثل وسرقوا لستور تبعهم ايه مظبوط؟ ديسكورد صار في بقلبه متجر ألعاب بس الفكرة من هذا المتجر انه مش يكون فيه كل الألعاب ومين ما بده ينزل ألعابه الفكرة منه انه يكون مثل محل ألعاب بتشوفه عندك بالحي وما في إلا أحسن تشكيلة ألعاب بقلبه بس أكيد إذا شفوه عم ينجح حيوسعوا له أفاقه كتير ويشملوا ألعاب أكتر وأكتر فالف عم بيأكلوا خبيط يمين وشمال فالوت 76 تركون فورتنايت سرقتلون جمهورون وعدد اللعيب عندهم عم ينقص معقول نشوف هالعملاء عم يوقع أخيل العربة أخيل العربة البي اس فور 500 مليون اديشن صدرت من سوني واجه معها لفوق العشرة تلاف صورة ليفرجونا إياها شكلة حلو ومهدومة بس انه من جمعتين حكيتوا ان البي اس فور عم بتموت وهلع عم بتنزدوا نزخة جريرة مدي تفسير أكتر مصاري سيبر سماش برو اجي عليها اضافات جديد من لعبة كاسلفينيا واسميهم سايمون وريشتر بالمن يعني عن جد هالسيبر سماش بروز هنشوف كل الشخصيات اللي نوجده بتاريخ الألعاب بس هالشخصيتين صراحة ما بحبهن وسبب الوحيد هو قتلوا لويجي مش هني مش هني قتلوا لويجي مين قتلوا لويجي مين تندو مين تندو قتلوا لويجي مين تندو قتلوا لويجي انا فريق انا مين لا بدوا يعمل ستريم مع بنيت لاذا يقولوا شي يبين كأنه يتغزلوا بعض يصير وينما كان على الانترنت اه وسيريل شكرا حبيبي عزبناك بليزرد يعطيهم الف عافية والله ما يوجههم إلا الخير دايما عم يشتغلوا على أحلى ألعاب فيها نلعبها بحياتنا وكمان صرحوا هالمرة أنه عم يشتغلوا على كزا لعبة من أحلى سلسة ألعاب بالعالم ديابلو وأكيد واحدة منهم هتكون ديابلو 3 على السويتش بحبكم بليزرد بحبكم كثير إلكترونيك أردس لا يوجههم شي ما هو حساب زلمة كان بقلبه في لفات الدولارات من الألعاب ولما التجأ للمساعدة قالوا له السبورت يلا من هون على إيه الجماعة على إيه الجماعة ما بيخبوا عرفهم عن العالم يعني مرسي كثير إياي ما بحبكم ولا شوي لعبة فولاوت شالتر صارت تطلع تسعين مليون دولار من الميكرو ترانزاكشنز حكيني بس يصيروا وان بيليون دولار أما بقلبهم فورتنايت ما بقى في شي فاجئة حدا من بعضهم انه تسعين مليون مقبل مليار يعني أوفر واتش ليغ فاينلز وصلوا لل 11 مليون مشاهد 11 مليون زلمة حضروا للجراند فاينل تبع تورنامنت إي سبورتس عن تفهموا شو يعني صارت بمستوى بطولات عالمية لألعاب الرياضة العادية وأكيد عم بيجيبوا مشاهدين أكثر من الكيرلينج مين بيحضر كيرلينج يذكروني بأمي من بعد ما تكونوا جايب أصحابي على البيت لكل محبي الإي سبورتس قوعة تنسوا الانترناشنل وإذا تقدروا تتابعوه بطريقة أهيان رح فصر لكم السيستام أكثر أول شي رح ينقصموا 18 فريق بمجموعتين كل مجموعة فيها تسع فرق ورح يلعبوا هالفرق ضد بعض ماتشين عالطوالي في حال فريق ربيح 2-0 بياخد ثلاث نقطة في حال تعادل نقطة وإذا خسر ما بيطلعوا شي رح يلعبوا كل هالمباريات بين 15 و 18 أوجست من بعد ما يخلصوا الامتوشة الفرق سيجمعوا النقاط ورح يصيروا متراتبين الأول للتاسع كل مجموعة أول أربعة بروحها تاني أربعة بروحها والأخير ما بيتأهل وبعدين بالبلاي اوفس اللي حيبلشوا بـ 20 أوجست كل المتوشة رح يكونوا باستوف 3 إلا أول ماتش باللوزرش باكت اللي حيكون باستوف 1 ولكل الشرعاني بـ AGC 3 على هالنظام نعيماً وقتا عام يلعبوا على 24 مليون دولار حطينوه هو ذاته وكمان لجراند فاينل باستوف 5 كمان تكرموا عاك الحال وكام معكم درابنا AGC شاكم بسطوا بالحلقة اليوم ما تنسوا تابعونا على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام و هولو لا معنا ديسكورد وكمان فيديو من سرير وكمان صفحات الاجتماعي وبشوفكم موسيقى